وقف عند بكالوريا 2017 بالأرقام والتحليل والنقاش مع ضيوفنا في الأستوديو سيدة فتيحة باشا عضو المكتب الوطني لجمعية تولياء التلميذ وسيد مسعود بوديب الأمين بنقابة لكمات باست أهلا بك سيدة فتيحة أهلا بك سيد مسعود بوديب أهلا بكم إذن نبدأ أين انتهينا في منزل تلميذ ناجح بالبكالوريا نحن ربما نتابع هذه الصور والكثير من الأسر الجزائريات سيدة فتيحة نتوقف عند الأسر التي لم ينجح ابناء أحد لن نقول أنهم رصبوا لم ينجحوا فيها الآن كيف لابد أن نتعامل معهم لأن الكثير يبدأ يضغط الآن نعم أولا باسم الجمعية الوطنية لأولياء التلميذ نقدم أحرط تهاني لكل الطلبة الفائزون في هذه البكالوريا 2017 وألف مبروك لناسيم يعني الحمد لله دخلت فرحة عارمة يعني بكالوريا بامتياز ما شاء الله أما بالنسبة للعائلات التلاميذ الطلبة اللي لم يصعفهم الحظ باجتياز هذه البكالوريا أو ينجحوا نقول لهم كانت الإجابة على فهم أم التلميذ أو التلميذ نفسه اللي قالت العمل بجدية من أول السنة ولم يتغيب كانت المرافقة كانت الاستمرارية الطاقم التربوي داخل المؤسسة التربوية يعني كل الجو حتى تحدث على الجو داخل البيت يعني جو ملائم إذن هذه الأبناء إن شاء الله حنا نتمنى لهم يعني ما يخيبوش الأمل لأن النجاح ليس في أنك ما لحقتش وش حبيت وتفشل النجاح أنك يعني تعاود ترفض من معنوياتك وتتقدم للأمام إذن إلى ما حلفكش لحد هذه السنة بلك العام المقبل ربي يكتب لك يكون عندك يعني مستوى معدل ما شاء الله وكل سنة رأنا نشوفه أن هناك تغيير يعني في برامج تغيير يعني في يعني حتى في التنظيمات في الباكالوريا في أشياء يعني إن شاء الله بلك العام الجاي يكون شيء رائع لهذه الأبناء يعني يجو بتغيير يعني في المسار الدراسي أو هناك تغيير حتى في الباكالوريا يعني في المعالجة في الباكالوريا إذن نتمنى للطلبة اللي ما حلف لهم تلحد أنهم ياخدوا على عاتقهم يعني سبافاسيل تلميذ يخدم ويكون عنده أمل يعني لو كان فاصل من الأمل وتلقى يعني ما نجحش يعني هذو كنتمنى لهم أنهم ياخدوا على عاتقهم والأولياء يوقفوا معهم حتى العائلة العائلة تلعك دور كبير في نجاح الأبناء وفشل الأبناء عندما يفشلوا يعني يلازم يكونوا يتحلوا بالقوة ويتحلوا بالعزيمة باش يلحقوا هذك الميساج للنفا للطفلة أو الولد باش يعطوا لهم عزيمة أخرى يعني كبيرة باش يقدروا يعني من على سبتمبر إن شاء الله يبدأوا يعني بكل عزيمة يعني واجتهاد إن شاء الله ونتمنوا لهم إن شاء الله يكونوا يحلفهم لحد كما هذه الزملات تحهم لي يعني هدثنا ربي يبشرهم يعني بالفرحة إن شاء الله إليك سيد مسعود بوديبة وتوقف عند الأرقام بعدما نتحدث عن شعبة الرياضية التي وصلت إلى 70.68% نسبة النجاح 68.68% إذن نتوقف عندها ارتفاع في هذه النسبة ودلالاتها عندما نتحدث عن الرياضيات لمدة طويلة كان الأساتذة يشتكون من هذه المادة بالذات لكن اليوم تغيرت تقريباً المعادلة أو أنها ارتفعت بشكل أكبر مقاطعاً بأعمال السابق مساء الخير بداية إذا سمحتي بحكم أنني موجود في بلاتو قناة النهار يعني بأسف يعني أردت أن أقول أمراً نحن عندما يكون هناك ضيف على مستوى بلاتو قابل الجمهور ويسيء للتنظيم أو يسيء للأشخاص وخصوصاً إذا كان هؤلاء لا علاقة لهم بقطاع التربية أو بشيء نحن من خلال قناة النهارة نقول نحن نتمنى أن هذه الأمور يعني لا تتكرر نحن هنا لخدمة المدرسة الجزائرية لخدمة قطاع التربية وخدمة مجتمع أعلم أننا سيد بودي بانتوك هذا الأم مدام شخص غير موجود وغيره لا معلش أنا هذا الأمر أقوله لأنه حدث هنا في هذه القناة بالذات نحن كتنظيم نقابي محترم له مؤسساته وأنا موجود هنا باسم المؤسسات وأنا كأمين وطني مكلف بإعلام أتكلم على لسان الأساتذة والرأي الذي نقدمه ورأي الأساتذة بالفعل الأمر الثاني كما تعلمون نحن من خلال هذه الصورة نحن كأساتذة وبصفة أستاذ الأستاذ هو شمعة تحترق لأجل أن نسعد الآخرين أنا الآن عندما أشاهد هذه الصورة ممكن لو كنت وحدي ممكن تفاعلي مع الصورة يكون بشكل آخر وبالتالي تصوري مع الأستاذ هو يتفاعل مع هذه الصورة ويتفاعل مع صورة ذلك الإبن الذي لم يوفق في هذا الامتحان إذن التصور هذا الأستاذ الذي يحمل نبي تلميذه وأبناء الكل يعرف مجهود ذلك الأستاذ من بداية السنة إلى نهاية السنة إلى شهر جوليا وهو كان أحرص الناس على أن الأمور تسير ولو في ظروفين صعبة جدا إذن نحن نهني بناءنا التلاميذ الناجحين وعائلاتهم ومن خلالهم المجتمع وبناءنا اللي موفقوش في هذه الدورة نحن لهم مرافقين نحن بجانبهم فقط تكون عندهم الإرادة ما لازمش يأسوا ونحن معهم لتحقيق أحلامهم وتحقيق رغبتهم الأمر الثالث فيما يخص شعبة الرياضيات شعبة الرياضيات هي شعبة من المفروض في سياسات الدول هذه الشعب هي تعطى لها الأولوية الأولى كاختصاص أساسي لأن الرياضيات هي لغة العلوم إذا كانت اللغة العربية هي اللغة التي ندرس بها في الرياضيات هي لغة العلوم هي لغة الفيزياء هي لغة المواد الأخرى وبالتالي هي أولوية يجب أن تعطيها الدولة الأهمية ونحن في يوم من الأيام عندما هذه الشعبة اللي هي شعبة الرياضيات عندما لم تعطى لها التحفيزات اللازمة قلنا بأن هذا خطأ بضغوجي كبير هذا خطأ استراتيجي كبير ونظن بأن التلاميذ المبدأوا يختاروا شعب أخرى غير الرياضيات هي نتيجة تلك القرارات التي مست بهذه الشعبة من حيث التحفيزات من حيث الآفاق من حيث الآفاق لأن التلميذ اللي يدرس شعبة الرياضيات المجهود اللي يقوم به يختلف عن الشعوب الأخرى ومعدل عشرة في الرياضيات في شعبة الرياضيات يختلف عن معدل ممكن 15 في شعبات أخرى ولذلك كان من الأولى أننا نعطيه المكانة ونفتح له الأبواب في الجامعة تختلف الأبواب اللي نفتحها عن الشعب الأخرى نحن تكلمنا هذا عندما فتح تانوية الرياضيات وعندما بدأت تظهر تمار تانوية الرياضيات وقلنا نعم نفتح تانوية اختصاص وتانوية امتياز لكن في نفس الوقت نعطي لكل التانويات كيف أن شعبة الرياضيات كيف نعطيها الأولوية ولما لا تكون من السنة الأولى تانوي مثل ما كان قديما لن نوجهوش بداية من السنة الرابعة متوسط نوجه تلاميذ لشعبة الرياضيات بداية من السنة الأولى ونعطوهم المكان اللازم يعني يمكن أن نعطي لهذه الشعبة كشعبة مهمة جدا للمستقبل ونظن بهذه النتيجة هي نتيجة توحي بأن الجزائريين لهم موهبة في هذا المجال وإذا كان عطيناهم المجال وانتبهنا إلى هذا المجال وانتبهنا إلى هذا المجال راح نبدع الجزائريين سوف يبدعون في الفيزياء وسوف يبدعون في الرياضيات وسوف يبدعون في الاقتصاصات التقنية الأمر الثالث اللي أريد أن نتكلم عليه فيما يخص تقنية ريادي تقنية ريادي هو اقتصاصات تقنية عالمية ونحن لما وقفنا ضد تفتيك التعليم التقني لأننا نعرف أهمية التعليم التقني في هذا المجال اليوم لدينا أربع اختصاصات تقنية ريادي هي اختصاصات مهمة وهي المستقبل للجزائر إذن ضروري أن نعطيها الأهمية خصوصا من حيث التوجيه نحن عندما نوجه التلاميذ اللي يكونوا عندهم المعدلات القليلة هذه الاختصاصات ولما نروح للامتحان لازم تكونوا على علم بأن امتحانات مستوها تقريبا لما نشوف موضوع الفيزياء أو الرياضيات نجده مقارب لمستوى الرياضي والفيزياء بالنسبة لشعبة الرياضيات إذا كانت توجيه لشعبة الرياضيات للأوائل كذلك تقنية الرياضي لازم نعطيها الأهمية اللازمة ولازم نبنيها على استشراف السياسة الاقتصادية للبلاد لأنه ضروري أننا نتوجه إلى هذا المجال من خلال المؤسسات الصغيرة الصناعية ونعطي أهمية لتقنية الرياضي وإذا كانت هذه النسبة على ما أضم 53% ضروري أنها رسالة لمسؤولية القطاع بالدرجة الأولى كيف أننا لازم نعطي أولوية لهذه الشعبة فعل القراءة في الأرقام دائما حتى لا نميز بين هذه الشعب وحتى الشعب الأدبيين واللغات اللي في كل مرة دائما ننسى بالنسبة لماذا لدينا إشكالية مع رسالة؟ نحن ليست لدينا إشكالية مع الاختصاصات أنا أقول يجب أن نقدر الأمور ونعطيها مكانتها لما نتكلم على اختصاص معين مثلا آداب ولغات أو آداب وفلسفة لديهم آفاق في المستقبل لازم تعطيهم التحفيزات في هذه الآفاق الرياضيات يجب أن نفتح له آفاق كذلك وتكون عنده أولوية في مجالات تخصه لكن عندما نلقس هذه التحفيزات ونرح للجامعة نجد بأنه يوجد صعوبات في اختيار اختصاصات اللي هو أولوي لها إذن أنا نقول التلمي آليا نقولهم للأولية أن نقولهم ما تبعتوش بولادكم رياضيات أن نقولهم ما تبعتوش بولادكم تقني رياضي لكن ما عندنا نحن كل الاختصاصات لها مميتها ومكانتها وكل الاختصاصات نحن بحاجة إليها لازم تكون دراسة فقط تكون في الواقع ربما تنقل لك كذلك سيدة فاتيحة باشا أنه دائما شعب الأدبية واللغات ننظر إليها بندراء أنه هي التلميذ الذين لا يدرسون المهملون والذين يعتمدون على الحفظ وفقط فهنا هناك موضة مهمة جدا في اللغات والأداب مقبلة أستاذة الكريمة يعني أخت الكريمة قلت جملة قلت رياضيات هم التلميذ الممتازون إذن هذا خطأ إذن كل المواد كل الشعب كل المواد التلميذ عندما يختار الأدب أو لغات أو فلسفة أو شريعة هو ممتاز التلميذ ولماذا أشياء عن التلميذ الأدب؟ لا أختي الكريمة نحن في الكلام تعني كيف نحن نشوفه الإديولوجيا هل تفتنا وليس يا سيدة فاتيحة؟ خلينا نكونوا قرارين عندما يتموا قرارة عندما يقوم شخص أو تلميذ بأو ما يقولوا أنت بينك أدبي لماذا؟ لأنها سايت بازي سايت سور دي باز إشاعات كانت يعني ما زالها تتواكب يعني قاعدتكم كشف الأسطورة ولكن إحنا اليوم إحنا كمجتمع جزائري عندنا ناس في الميدان عندنا خبراء عندنا مفتيشين عندنا ناس وقفين على هذا الطاقم يعني التربوي إذن إحنا اليوم على هذا الجيل الله يبرك الصاعد ورأنا شفنا اليوم التلميذ شوفي المعدل يعني النسبة المئوية يعني تحصل عليها اليوم وتمنينا إن شاء الله تلحق كالدول العالمية 80% ولما إلى 90% ولكن كما قال السيد بو ديبا ونشاطره في الرأي تكون هنا قاعدة قاعدة أساسية تمشي بها هذا التلميذ للتوجه يعني هذا التلميذ هذا ما الدلالي هذا التلميذ أنا طلبة اليوم هذا كما التلميذ عنده توجه ميول كيفاش غضوة يدخل للجامعة ما يصيبش هذا الميول ما يصيبش هناك مرافقة وكما قال أيضا السيد بو ديبا قال عندما يروح للجامعة إلا ما صيبش أبواب مفتوحة إلا ما صيبش دولة ترصت له كل الإمكانيات مادية المعنوية البشرية لهذا التلميذ هذا كيفاش يقولي منعلى سنوات هالتلميذ اللي عنده 17 اليوم منعلى عشر سنوات أنا حابة نشوف أشيكون في الجزائر هل مختارع هل رح يدير شيء هل رح يكون يعني أنا جنيع ولا مهندس يعني في الإعلام أو خبير يقدم للمدرسة الجزائرية يعني أشيء رائع ورهم التلميذ دوعنا منعلى عشر سنوات لدو 18 قلنا شفنا 18 أسد بو ديبا إذن اليوم هالتلميذ واش تقدم لهم في الجامعات في التخصصات لهذا الطلبة اللي شفناه في الأعوام اللي مرت اليوم إذن اليوم يشوفوا هالتطلبة اليوم أمامنا إذن احنا نفرحو وكي نشوفوا أبنائنا اليوم بهذه الإحصائيات ونقولوا إن شاء الله للأماما أكثر لأنه أنا قدام جيل صدقيني أختي الكريمة وبالك تشاطرني أسر الكريم أنا قدام جيل يا أختي الكريمة متفتح متعطش وذاكي إذن يخصوا التوجيه ويخصوا الجو الملائم ويخصوا المادة المادة تعني تعطيلوا كل شيء كل شيء إذن هذا التلميذ هذا اليوم اللي يجيب هذا المعدل ما شاء الله ويروح للجامعة يقول لك جبت هذا المعدل باش ندير الميول تاعي لو كان عنده هدك الميول ويصالوا حادث وما جبش هذا المعدل كيفاش هالتلميذ رح يتوجه إذن احنا اليوم من هذا المنبر الكريم احنا طلبناه أيضا في معايير في النقاط اللي قدمناها السيدة معالية الوزيرة طلبنا أن يكون التوجيه تعامل بين الثانوي والجامعات يكون هناك جسر مفتوح تعامل يعني يكون في الميدان ليس فقط على القراء ربما في الحالة التي نقلناها كانت بالنسبة للتلميذ كان الأمر واضح يعني مهيئ هناك شوف هناك إشكاليتين إشكالية الأولى هي إشكالية سياسة التوجيه ليس التوجيه فقط من البكالوريا الجامعة التوجيه من التعليم المتوسط إلى التعليم التانوي ثم بعدها من السنة الأولى التانوي إلى السنة التانية التانوي وهكذا إشكالية التوجيه أين ظهرت هذه الإشكالية عندما نغيب أو نحيد أولا نغيب المعايير البيضاغوجية ونحيد الهيئات البيضاغوجية بمعنى نحن بالأساس في المؤسسات التربوية لدينا مجالس الأقسام مجالس الأقسام لما نقول مجلس القسم المجلس القسم هو الذي يعطينا خصوصية كل تلميذ وتوجهات كل تلميذ بناء بالتنسيق مع مستشاري التوجيه الموجودين على مستوى المؤسسات التربوية عندما نعطي الصلاحيات لهذه الهيئات مجلس القسم عندما يصدق أو يصادق على نتائج الموجودة في الكشف التصديق الموجود هذا التصديق البيضاغوجي هو اللي يعطي المصداقية للنتائج الموجودة في الكشف للانتقال من سنة إلى سنة أخرى بنفس الكيفية نحن تكلمنا على هيئة المداولات في امتحان شهادة البكالوريا وقلنا بأن هيئة المداولات هي تشابه مجلس القسم هيئة المداولات هي الهيئة البيضاغوجية التي تقوم بعملية التصديق لنتائج امتحان شهادة البكالوريا هي التي تعطينا حقيقة النتائج وهي التي تحفظ للتلميذ نتائجه وما تكون أخطأ معناها التلميذ لا تدعو وهي التي تعطينا مصداقية لهذه الأرقام المقدمة الآن عندما تغيب هذه العيئات بمعنى هنا يقع الخلل وهنا يوقع الإشكال في النظر إلى هذه الأرقام أو في حقيقة هذه الأرقام هذه الإشكالية الأولى الإشكالية الثانية المطروحة هي إشكالية الجسور أو الآفاق التي تبنى بين المرحلة التعليم التانوي ومرحلة الجامعة من المفروض سياسات التعليمية تبنى لا توجد أبوة مفتوحة قبل العملية شهيد هذا الأمر كين غموض بالنسبة للتلميذ مهما كان مستوى كين غموض كبير في الأفق نكمل هذه الفكرة من المفروض التلميذ لما يكون يدرس من خلال اختصاص معين لديه آفاق من سنة تانوي لديه آفاق وهو يعرف من خلال التنسيق مع الجامعة من خلال التنسيق مع المعاهد من خلال التنسيق مع جميع الهيئات المتعلقة بالاختصاص بأن التلميذ لديه يبني آفاقه ويبني أحلامه بناء على هذه الرؤى ثالثا الآن هذه الأختصاصات الجامعية وأطارها الواقعي والميداني من حيث الشغل من حيث بناء الاقتصاد الوطني لأن الآن معظم يبحث عن التخص يدرس اختصاصات مهمة جدا أنا لما نتكلم مع طلبة جامعيين يدرسون اختصاصات ناذرة اختصاصات مهمة جدا وهو يعرف مسبقا بأن هذا الاختصاص لا أثر في الميدان ويعرف بأن حصولها على المنصب ممكن من المستحيل يعني هذا الإنسان طموحه كيف يبنيه لإبداعه كيفاش يكون وبالتالي نجد أغلبيتهم يفكرون في الخروق وتصبح كفاءات وتصبح كفاءات تخسر عليها ملاير الدولارات ثم نقدمها للغير أليس حق مشروع يا سيدة فاتحة وسيد مسعد بوديباء أنه تلميذ متفويقي رغب بإتمام دراسته في الخارج حتى تكفل له على الأقل مستوى معين أليس حق مشروع لا لا هنا ما كشمش كالتلمين حق مشروع هو حق مشروع لكن لتقديم الإضافة لازمة باش يعود للي ممكن مفقودة هنا نعم يجب كفاءات هو الآن طلبة جامعيين موجودين في الخارج ما رهمش يدرسوا في الجامعات رهم يعملوا في أعمال هكذا والشهادة تتحهم وضعوها جانبا يعني الطالب جامعي لما نخليه يضيع حق ذاك وكفاءات يضيع حق ذاك والكفاءات النادرة يستفد منها الغير هذا هو الإشكال المطروحة الآن الجامعة لازم تؤخذ بعين الاعتبار إذن الجامعة الجسر الموجود بين السنوية والجامعة لازم هنا التلميذ يعرف كما تحدد الميول والرغبة لازم يروح للجامعة ما يكونش كهذاك المغلوقين عينيه ولا ما زال ما هوش يحوس على الشعبة ولا أخلاص أقص يام ديك الشعبة ولا لا إذن لازم من بداية السنة حتى في السنوية الميول يكملوا حتى لسنة للجامعة هناك من لديهم الميول الواضح هناك حتى الذي يساعد الأسرة كما تابعنا يتحطم بالباكالوريا حتى ولو أنه تحصل على الباكالوريا هذاك الحلم يقدر يروح بديك المعدل البعض عندما تكون أسرتهم يعني متوسطة ليس كل الأسر يعني يعني هناك الأسر التي ربما تستشير البعض الآخر ولا يكون أمر واضح بالنسبة لها هي كي من المفروض في هذه المجالة ليس الأسرة وحدها من تقوم بها شي هي من المفروض أولا بداية من المؤسسسة اللي يعمل بها بالمحيط اللي يعمل به وكين مؤسسات أخرى كين مؤسسات أخرى في المحيط هي التي تعمل كين نوادي علمية كين نوادي طقافية كين عندنا نوادي رياضية من خلال هذه النوادي هي التي تصنع في هذا الإنسان تصنع له المواهب لكن اليوم نحن كين أشياء كتير رهي مفقودة على مستوى المؤسسات الطبوية مفقودة التعاليب تصاف سنوية كين أشياء مفقودة الباكالوريات تلقي توجه تلقي توجه اللي يرغب فيه تلقي هذا التلميذ خلاص تحطمت أحلام تلقي هذا التلميذ هو جاب الباكالوريات باش يعاود نحن نعرف طلبة كثير كثير طلبة صدقيني أختي رامي عاني وحتى أنهم في الجامعات يعاودوا السنة الأولى ومعادي سمعنا بهذا المشكل التداول أن الجامعة العام الأول تلقي تلاميذ يعاودوا في السنة من أجل تغيير الشعب ومعادي يقول لي حتى يعيد الباكالوريا من جديد يتحصل على معدل اللي يحبي أهله للم يلتعوا هذا إلا كان صاب يعني يعني الجروب هذا كون حبي يروح يعني الشعبة تعالقها يعني مهيئة ولقى مكان والتاجه له لا هذه مشكلة من مشاكل اللي يعاني بها طلبة عنا وما نزمش نخبو الشنس بالغربة في الجامعات وكل الجامعات في الجزائر طلبة يعانوا من هذه المشكلة إذا إحنا يا طلبنا بين النقاط اللي اقترحناها أن يعاد النظر ويشوفوا هذا التوجيه التلميذ هذا الطالب هذا يا إذن لازم له مرافقة في التوجيه وتاني كالتوجيه هذه اللجنة اللي تقوم على التوجيه لازم تشوف على تخصص تلميذ على بطاقة الرغبة تعالى التلميذ وأنتي تحدثين عن هذه النقطة سيدة فاتيحة باشا معك كذلك سيدة مسعود أبودي بأن ننحظو أن الكثير من التلميذ الناجحين في الشعب العلمي يتوجهون إلى تخصصات أدبية في الجامعة هل هذا الأمر ممكن ماذا يمكن أن يضيف أو ماذا يمكن أن ينقص ليس بالعب أن علمي يتجه للأدب ونحن نعرف بأن أكبر الكتاب لديهم اختصاصات تقريبا علمية لكن توجهوا في هذا المجال ليس العب هنا لكن لما نشوف بأن الهروب من اختصاصات معينة كاختصاص رياضيات أو تقنية رياضي ونتوجه إلى اختصاصات علوم اجتماعية هناك سؤال يجب أن يطرح يجب أن يكون هناك توازن في جميع الاقتصاصات إذا اختل التوازن من المفروض هناك هيئات علمية بيداغوجية تبني مكلفة باش تبني سياسات بالتنسيق مع سياسات الدولة سواء اقتصادية أو سياسات أخرى من المفروض أنها تنتبه لهذه الأمور كيف نعيد هذه التوازنات كيف نعطي تحفيزات وتشجيعات لاختصاصات معينة حتى نخلي الناس اللي عندهم قدرات وعندهم رغبات أنهم يتوجهوا لهذه الاختصاصات بدون خوف وهو يعرف بأنه له طموح كبير ويقدرين أن يحقق طموح ته لكن عندما نشجعه باش يروح ريادياتهم بعد أن نلقاه بأنه بالمتاعب والمشاق اختصاصه نوجده بالنهاية ممكن حضوضه في البكالوريا أو في مجالات أخرى في الجامعة ممكن تكون ضائلة هنا اللي لازم نرجع نفسنا ولازم نبنيه سياسة التوجيه تكون مدروسة برأسها دقيقة ونحن نختم هذا الملف معك سيدة فاتحة باشا مع ارتفاع نسبة النجاح يعني ستكون تخصصات صعبة خاصة ترتقبون طبعا ارتفاع في المعدلات معدلات الدخول لأبرز التخصصات الصعبة كأر طبعا الطب والمدارس العليا كذلك إذن قبل ما نتحدث فيها لنقول الإحصائيات يعني الحمد لله تعال بكالويا النجاح حدث 2017 أنا نقول نسمن هذا النجاح بنسبة للدولة الجزائرية بنسبة للمجتمع العائلات الجزائرية الطالب الجزائري بامتياز لنقوله اليوم شكرا لك أنك فرحت يعني العائلات وفرحت الدولة الجزائرية بهذا النسبة وإن شاء الله مكتر الأعوام اللي جئين إن شاء الله ولكن هذا السمرة منين جات جات بالتكافذ يعني الجهود من وزارة التربية من الدولة من النقابات من أولياء التنميذ التي أهميت الثانويات في حدث دور الإدارة بكل ثانوية ونقول لك نقطة أختي الكريمة أنا نشوف بليك عندنا عامين اليوم ونقول إلى ثلث سنوات وخاصة العام هذا كان تفتح من طرف الأولياء كان ماشي خوف كان تفتح ما عندناش اليوم خوف من الأولياء ولو أنه ضائل شوية بعد اللي كان مقبل دوك الأولياء يأمنوا بالصرامة أن الإبن تاعه يدرس يكون مواظب في المدرسة ويتابع الدروس تاعه من بداية إلى الآخر هناك نجاح بإذن الله الآن الأولياء تعالي وممش أولياء تعالي الماضي لكنوا يعني يسنوها لا إذن اليوم كان الصرامة وكان الإنضيبات اللي نحوس عليها أولا نتمنوها إن شاء الله في وزارة التربية أنها تشدد عليها وإحنا هذين كأولياء نحبوها لأننا نبغي وولدنا مدرسة ذات نوعية وتكون ما تجيش هكذا برك تجي بالعمل بالإجتهاد وبالتربية ونقول أيضا أن العمل السيدة الكريمة لأننا شفنا أن المصار الدراسي كان يعني الله يبارك يعني مستقر وكان فيه حتى الولادنا حتى الأستيات نحن نشكرهم كامل باسم الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ نشكر كل الأستاذ اللي قام بدوره وكان يعني ذو ظمر حي ونشكر أيضا كل النقابات اللي ساهمت لأنها ساهمت ووقفت وعارضت بعض الأشياء وكان أشياء كثيرة تحققت الحمد لله ونشكر جمعية أولياء التلاميذ اللي راهي ناشطة ونتمنى أن 2018 يكون في كل مؤسسة تربوية كل مؤسسة تربوية جمعية أولياء التلاميذ تكون ناشطة وفعالة تخدم التلاميذ بالدرجة الأولى والمنظومة التربوية نختم معك سيدا هذه الأجواء هي أجواء تؤكد مثل ما كنا نقول بأن البكالوريا هي مرجع علمي مقدس عند الجزائرية وتؤكد مرة أخرى بأنه من واجب الجميع من واجب السلطات العليا ومن واجبنا نحن ومن واجب القائمين على القطاع التربية الوطنية أنهم يجب أن ينتبهوا إلى مواطن الخلل التي تمس بمصداقية وهي بتمتحان شهات البكالوريا يجب أن يراجعوا أنفسهم جيدا ونظل بأنه عندنا فرص لتعلم عدة إشكالات عشناها عدة مواطن عشناها وقلنا نحن مرارا وتكرارا هذا التلميذ الذي قال بأنه هذا التلميذ الذي لازم أساتدته من بداية السنة إلى نهاية السنة هذه الطمرة في النهاية نحن قلنا ضروري أن نفكر كيف نربط التلاميذ بالأساتدة من خلال العودة إلى البطاقة التركيبية من خلال إدخال البطاقة التركيبية في نجاح تلميذ في امتحان شهات البكالوريا من خلال العودة إلى هيئة المداولات التي هي أساس التصديق على نتائج امتحان شهات البكالوريا يجب أن نعيد للسلطة البيضاغوجية لأهلها حتى لأن تركيين كان أن يمس من امتحان شهات البكالوريا وحتى هم من يعطون الحلول لجميع المشاكل الموجودة في قطاع التربيات الوطنية بالفا سيد مسعود أبو ديبال أمين الوطني المكلف بالإعلام الاتصال بنقابة الكنعبستو سيدة فاتيحة باشا عضو المكتب الوطني الجمعية أولياء التلميذ شكرا لكم على الحضور اليوم شكرا لكم لنبتعدك